اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سؤلوا تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة المسيح مولود يعني مخلوق فازاي بقى إله؟ المسيح مولود لكن غير مخلوق فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد وولد المسيح من العزراء مريم في الجسد لكن كان موجود من الازل باعتباره الله فهو اللي قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن المسيح هو ابن الله قبل كل الدهور ومش مولود من الله قبل كل الدهور ايوه في فرق تفرق بين ابن الله ومولود من الله ابن الله ده وضعه في الاقانيم وضعه في الاقانيم الالهية يعني في الجوهر الالهي وده وجوده منذ الازل وإلى الابد ومش هيتغير لكنه مولود من الله لما دخل للزمن الانساني بتجسده من مريم العزراء عشان كده مكتوب في مصبور اتنين انت ابني انا اليوم ولدتك وعشان كده يكررها تاني في عبرالين نفس الجملة ويقوله انت ابني انا اليوم ولدتك في عبرالين 5 وانت ابني يعني انت ابني من الازل وإلى الابد ده الوضع الطبيعي الازل الابدي لكينونة المسيح في الجوهر الالهي اما انا اليوم ولدتك يعني لما اخد اقنوم الابن ده جسد من مريم العزراء عشان كده يقول في غلطة اربعة اربعة ولكن لما جاء من الزمن ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس واخد بالك مولودا من امرأة مش من الاب اذا ننخص ونقول البنوة هي اللي ممكن نقول عليها من الاب قبل كل الدهور وهي معناها اتحاده بالاب من الازل وإلى الابد اما ولادته فهي ليست من الاب بل من العزراء مريم بتجسده منها بقوة الروح القدس زي ما شرحنا عزيز المشاهد فكر في القولناه كويس مستنينك في الحلقة الجاية ومستنين اي سؤال عندك يعني برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوقوا